بحر الجلب أو المحبة أو الطع العمياء ده من أنواع الأسحار اللي هي منتشرة جدا في الأونة الأخيرة خصوصا في دول الخليج والمغلبر عربي تبصت لايه أن الأم بتشتكي أن ابنها بعد ما كان يعني سبحان الله عنده شخصية قوية جدا أصبح أنه بيطيع زوجته في كل شيء أو أن الزوجة تشتكي أن زوجها تغير عليها وأصبح أنه بيبد إخواته أو بيبد إمرأة معينة أو بيبد حد معين على بيته وممكن أنه الحد ده يحافظ عليه ويضمر بيته ويضمر كل شيء ومعندوش لا مبلانة هائيا إيه هو سحر الجلب ده وبيتعمل إزاي؟ أول حاجة أن عايزك تعرف أن سحر الجلب ده بيتعمل بطريقة معينة وهي أن الساحر بيجي مثلا ياخد شيء من أثر الإنسان اللي عايز يصحره وبعد ذلك تأتي المرأة اللي عملت السحر ده والعيازه بالله ممكن مثلا تأتيله بدم حيط أو تأتيه بماء رجل أو أن يحصل علاقة بين وبين الساحر لأن الحاجات دي بتبع وراء عن كفريات وشركيات والعيازه بالله حدث عنها كما تشاء وبذلك بقى لما يتيجي المادة اللي هي عبارة عن الحض أو ماء الرجل أو أن فيه كبيرة ترتكب أو أن فيه شيء يذبح لغير الله يجل وعلا حتى يتن فعل السحر للشخص ده بالطع العمياء أو المحبة الزائدة تبصت لها أن الشخص ده يعني سبحان الله يشربه له مثلا في عصير أو يأكله مثلا في أي وجبة من الطعام وييجي بعد كده الشخص ده يعني سبحان الله بمجرد ما يصبي يمسك شديد جدا مع مغش شديد ويبصي له أن الشخص ده أصبح أنه منعدم الشخصية تماما هل ده مثلا أحمد اللي أنا كنت بشوفه عنده شخصية قوية وعنده إرادة ويقدر أنه يعمل أي حاجة وما فيش أي حد يملي عليه قراراته أو يملي عليه الطلبات هو اللي حصلك بالظبط تحس كده أن الشخص ده مغيب تماما حتى لو أنت بتتكلم معه أو جلسين مع بعض علاقة فيه أو رايح له زيارة مثلا أو هو أخوكي أو هو ابنك وتيجي تتكلم معك بصت ليه بيقولك ها هو كنت بنتكلم فيه فتحس كده أنه مش موجود أساسا ده الرجل في ملكوت تاني أو بيزبح في ملكوت تاني سحر الجلب ده أحيانا يعني سبحان الله بيكون مأكل مش مدفون يا جماعة فلما ييجي الشخص يأكله دايما تبصت لها أن الشخص اللي أكل السحر ده أو الفتاة اللي أكلت السحر ده أو السيدة اللي أكلت السحر ده بطنها بتعاني منها بتتقطع ألام شديدة جدا زي الألام اللي بتكون مصاحبة للدورة كذلك أيضا اللي انتفاخات الشديدة اللي بتكون موجودة في البطن ملهاش أي سبب تحس كده أن البطن عبارة عن بلونة والأغرم من كل ذلك بقى أن البطن بتبدأ في الحركة الشخص اللي بيكون مجلوب بقى لو جاي الشخص اللي هو عمل له السحر ده قال له أعد على الأرض ينزل يعد على الأرض يطلع فوق يطلع فوق ما تكلمش أمك ما يكلمش أمه ما تكلمش أختك ما يكلمش أختك ما تكلمش فلانا ما تكلمش فلان المصيبة بقى لو كان اللي عملت له السحر ده تواحدة عايزة تخطفه من بيته تخطفه من أهله فتقول له ما تكلمش مراتك فما يكلمش مراته تجي عامل له لفظ مش كواس كده وقايل له كلمتين تبصت له أن الشخص ده عمل بيضرافه مراته يعني سبحان الله القاعدة مجلوبة نهائيا وسحر الجلب ده يعني سبحان الله ما بيستمر لش كتير لأن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن دايما الإنسان المسحور أن أصيب بالسح وفكر بس أنه يعني سبحان الله يكتوب أو يرجع لربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل بيظهر السحر ده فيبدو لك السحر ده يعني سبحان الله أمام عينك ظاهر كده ما فيهوش أي شيء مكموس فييجي الشخص يعرف أنه مسحور إما أنه يجي مثلا يقع على الأرض ويحصل عنده تشدد أو يجل شوء شبيه بالسرع أو أن مثلا يعني سبحان الله يلاقي نفسه وتغيب عن الوعي يبدأ أنه يضوخ يقع كل ما يقوم يقع كل ما يروح مكان يقص يلاقي نفسه أنه مخنوف في المكان ده يعيض بدون سبب تبصت لايه أنه قاعد يعني متدايق أو قاعد مكتئب ويا سلام بقى أنه في بعض الأشخاص يقول لك إحنا عايزين نعمل سحر جلب لوحدة متجوزة طب أنت عايز تعمل سحر جلبي ليه عشان يقع معها في الفحشاء فتبصت لايه المرأة أنها أحيانا عندها رغبة في المعصية بصورة لا يتصورها عقل طب أنت جات لك الرغبة في المعصية ليه لأنك أنت يعني سبحان الله تركت الصلوات المفروضة وتركت المحافظة عليها وأصبح الشيطان منتلك فدايما اللي بيحب يأثر على حد أو بيحب يخلى حد مثلا يحبه أو يطيعه طاعم فبيعمله سحر الجلبي ده وده منتشر في دول الخليج خصوصا في بعض الدول بتلاقيين هو وصل لمرحلة فوق من الطب تمام يعني ما فيش إلا من رحم الله من كل عشر أسر تطلع أسرتين كده أو أربع أسر ملهاش في الشيء ده وحتى موجود عندنا في مصر فتطلع يعني سبحان الله من كل عشر أسر يعني سبع أسر ما عملوش موضوع السحر ده تمام فسحر الجلبي ده من الأسحار الخطيرة جدا خليني بقى أقولك إيه هي العلامات اللي بتدلي على سحر الجلبي ممكن مثلا واحد عايز أنه يرتبط بك وانت رفضان هائيا فتبص تلاقي نفسك مرة واحدة بتميل للشخص ده الشخص ده لعنده صفات خلقية ولا صفات سلوكية ولا هيئة اجتماعية ولا أي شيء وانت من أسرة طيبة من أسرة جيدة واتبص تلاقي نفسك أنك انت منصاكة وراء هذا الشخص أو مثلا واحد عايز يتجوزك وانت رفض انك انت تتجوزين أو انك انت تتجوزتين فحس انه هو مثلا يعني سبحان الله كعبك عالي علي شوية فقالك لا لازم ان انا شيل الكعوب ديت ولازم ان انا خلات لفع وليه نفسها فيبدأ ان هو يعملك يعني سحر موضوع الجلبي ده عن طريق سحر مغربة ولا سحر من أي الجنسيات الأخرى ولا سحر إفريق بيكونوا أقوى فتيجي تبص تلاقي نفسك أنك انت زي بصي يقولك قومي تقومي عودي عودي شربي شربي نامي نامي لو قالك أنك انت تطلعي يجري تطلعي تجري إلعابي خمسين جرية في المحل وقال عشرين عدة ضغط هتعمل عشرين عدة ضغط عادي ولما تيجي مثلا يعني سبحان الله تفوق من السحر ده تقوله هو ليه اللي أنا كنت بعمله ده أو إيه اللي أنا كنت بعمله ده هو أنا طبيعي مش معقول وتقرى كده الرسائل اللي بينك وبين الشخص اللي عملك السحر ده أي إن كان الشخص ده ماذا الأربع منك تقوله أنا مجنون للدرجة دي هو أنا كنت يعني سبحان الله منصاك للدرجة دي مفيش أي شخصية ولا في عندي أي قوة ولا أي أراضة ده اللي فعله فيك aquí الب ولذلك كل إنسان فينان سبحان الله أصيب بهذا السحر أو أن يعني مثلا شفت أن سلوكيات ابنك تغيرت أو سلوكيات زوجك تغيرت أو أن سلوكياتك تغيرت يعني سبحان الله أو أنك أنت صار أن فيه شيء يعني بجرك للمحرمات أو حاجة بتجرك للمحرمات أو أنك أنت هتكلم واحدة غير زوجتك أو أنك أنت هتكلم حد غير زوجك وشايفة كده أنك أنت مسلوبة لإرادة لا أردتك حترجع لك مرة دانية فكل ما علينا عشان نتخلص من سحر الجلب ده أننا هنجيب كبات مية زي دي كبات المية دي هي موجودة يعني سبحان الله في كل مكان يعني جيبها مثلا من المطبخ جيبها من أي مية مية أي مية ما علينا بس المية دي يعني سبحان الله نسقيها للشخص المسحور أو أن احنا مثلا نشربها لو كنا احنا اللي عندنا المشكلة دي أو لو عايزين نعرف أن احنا عندنا جلب ولا لا لا أي حد كل ما أنت شرب المية دي الشخص اللي كان أزيك وبيتحكم فيك حد بصد لاي نفسك أنك أنت شايفه على حاجكته وأيضا يعني سبحان الله لو ابنك مصاب أو شيء وشربته المية دي أو زوجك مصاب وشربته المية دي أو حد من أبنائك مصاب وشربته المية دي بمجرد مشرب المية دي يعني سبحان الله سيفتن بمعنى صح بيحصل تغدير للشيطان اللي موجود في الجسم فبيت لاشا ويروح لحال سبيله وبتيجي أنت في الحالة دي يعني سبحان الله وعيا وفهمة كل شيء بيدور حوالين منك وتقدري أنك أنت تتخلص من كل الشياطين دي بسهولة هنعمل يا سيدي هنجيب المية دي كده ونقرأ عليها قولية تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هتقرأها سبعين مرة وهتقرأ قولي تعالى من سورة يعني الأعرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين إلى آخر الواتش ثم هتقرأ صورة الروم كاملة تمام وتنفر في الماء ده معاية السكينة وتشربها لكل إنسان أصيب بسحر الجلب أو سحر المحبة بمجرد ما يشرب المياه ديت حتى تلاشى جميع الأعراض اللي موجودة عنده وحتلاقي ابنك رجع طبيعي أفضل مما كان عليه أنا حبيت أتكلمك عن سحر الجلب أو سحر المحبة أو الطاع العمياء لو عندك أي معلومات عن السحر ده وقدرت أنك أنت تتخلص منه أو كان حصلت لك قصة عنه ياريت تضح علينا في التعليقات ما تنساش أنك أنت تدوس لايك وتعمل مشاكل المقطع ده وتشاركه لأصحابك واصدقائك فالدالع على الخير كفعلي دمتم فدي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته